شهد المجتمع العربي نهاية أسبوع مأسوية تخلى لها حوادث مروعة أسفرت عن وفاة أربعة أطفال وإصابة آخرين بجروح خطيرة في حوادث دهس وطرق وتسمم بمناطق متفرقة الأمر الذي بات يزيد من القلق من تصاعد الحوادث التي يمكن تفاديها باتباع إرشادات الأمان إحنا أول إشي شاعرين مع الأهل لأنه إحنا حسب هاي الإحصائيات طبعا إحنا فيش عنا بيئة مجهزة للأطفال تقريبا يعني إحنا هون بالوسط العربي مش كل الناس اللي عندها البيئة الآمنة للأطفال فإحنا لازم نعمل هاي البيئة بإيدنا نقدر إحنا قدر المستطاع أنه نبني هاي البيئة لأولادنا ونحافظ عليهم أكتر ونحطهم بإطارات كتير مهمة اللي هي تمنع حوادث للأطفال لأنه إحنا كل ما قدرنا ندير بالنا أطفالنا تفادينا الخطر تعكس المعطيات حول ارتفاع وفيات وإصابات الأطفال العرب واقع التمييز والفوارق في المجتمع العربي في إسرائيل تشير الأرقام إلى نقص البنى التحتية الآمنة والخدمات الضرورية في البلدات العربية مقارنة باليهودية ما يؤدي لزيادة الحوادث والإصابات عدم وجود بنية تحتية اللي ملائمة للكم الهائل من السيارات اللي موجودة في داخل مجتمعنا وبالتالي هذا عمل وتراكم المشاكل كمان مشاكل التخطيط كمان مشاكل البناء وكمان مشاكل البنية التحتية كل اياتها والتمييز اللي منعاني منه لسنوات هذه بتطلع عمليا بضحايا والضحايا للأسف الشديد مين اللي بيكون الضحايا؟ ضحايا هني الأطفال أطفالنا اللي مش عم بلعبوا بين السيارات وبلعبوا بالشوارع وأنه ما في كمان محلات يلعبوا فيها فكل هذا بتكوم في المعطيات اللي عم منشوفها تشير البيانات إلى أن الأطفال العرب شكلوا 61% من ضحايا حوادث الدهس بين عامي 2019 و2024 كما سجلت حوادث المركبات ووسائل التنقل 216 وفاة معظمهم من الأطفال العرب هذا الوضع يعكس تهميشا وإهمالا في السياسات ويؤكد الحاجة لتغيير جذري لضمان بيئة آمنة وعادلة شكرا